السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول السنانوي. اهلا بكم ومنصة البس المباشر ووزارة التربية والتعليم ومادة الجغرافية. معكم فريق العمل نسل مرساجات وامان استعيد. النهاردة ان شاء الله جاين لكم بحصة دسمة جدا. آآ عبارة عن مراجعة شاملة للمنهج كله ان شاء الله. زي ما احنا متفققين آآ في اي امتحان الكتروني او اي فورم احنا جايين بفورم الكتروني. آآ طيب احنا زي ما احنا عارفين الفورم معنا اهو بنكتب ال البيانات الرئيسية الاسم بالكامل والمحافظة واسم المدرسة يريدنا التزم بالتعليمات. طيب آآ اول سؤال معنا. اول سؤال معنا. يتم ريء الاراضي التي تقع الى الجنوب من بحيرتي اتكو ومريدين من خلال ترات. نقول تاني السؤال كده واحدة واحدة. يتم ريء الاراضي التي تقع الى الجنوب من بحيرتي اتكو ومريدين من خلال ترات. يا ترى الاسماعيلية ولا الابراهيمية ولا النبارية ولا السهاجية. طبعا احنا اهم حاجة عندنا انه آآ نبقى عارفين اتكو ومريدين فين. فطبعا احنا درسنا الكلام دوت في التدريف وبرضو اخدناه في اصدراعة. فاحنا عارفين كياس جدا اتكو ومريدين يعتبروا في غرب الدلتا. في منطقة غرب الدلتا. طب ايه من من الترع دي? ممكن يكون موجود في غرب الدلتا او قريب من غرب الدلتا. طبعا احنا عارفين الاسماعيلية في شرق الدلتا. الابراهيمية في آآ وادي النيل. السهاجية في وادي النيل. بل اجابة معنا هنا هي مين? هي النبارية. النبارية. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي ازا ارتفعت حالات الطلاق وانخفضت حالات الزواج فسوف يؤدي ذلك الى الخفاض. فسوف يؤدي ذلك الى الخفاض. زي ما احنا متفقين ومز نرسم معلمانا ان احنا بنقرأ رأس السؤال مرة واتنين وتلاتة. مش عيب خالص. ان انا اقرأ السؤال مرة واتنين وتلاتة. اما فكرة السؤال بتقول ايه? ارتفعت حالات الطلاق وانخفضت حالات الزواج فسوف يؤدي ذلك الى انخفاض. معدل النمو الاقتصادي. الاحصاءات الحيوية. معدل النمو السكاني. ولا الزيادة الغير طبعية. طبعا لو حالات الطلاق زادت وانخفضت حالات الزواج فبالتالي الزيادة الطبعية عندي هتقل عدد الموليد عدد الموليد عندي هيقله وبالتالي هينخفض معدل النمو السكاني. ليه معدل النمو السكاني يا شباب? لان عدد الناس المتزوجين هيقله لان بيقول لي حالات الزواج انخفضت. وفي نفس الوقت حالات الطلاق الناس المتزوجة انفصلوا عن بعض. فمعدل الزيادة الطبعية هيبدأ يقل. يعني عدد الموليد عندي هيبدأ يقل. وبالتالي هينخفض معدل النمو السكاني. السؤال اللي بعديه اتفضالي. يرجع وجود فرق كبير بين الكسافة العامة والكسافة الحقيقية للسكان في مصر الى عنصر. يرجع وجود فرق كبير بين الكسافة العامة والكسافة الحقيقية للسكان في مصر الى عنصر. يا ترى الموقع ولا المناخ ولا التدريس ولا المساح. طبعا احنا فاكرين كويس جدا انه الكسافة العامة هي عدد السكان بالنسبة للمساحة الكلية. اما الكسافة الحقيقية فهي عدد السكان بالنسبة للمساحة المعمورة بالفعل. واحنا طبعا لما شرحنا دوت عرفنا انه انا عندي مساحات كثيرة جدا فاضية. مش بيعيش عليها سكان في مصر. وبالتالي العنصر الفارق هنا. السكان عندي متركزين في مساحة صغيرة قوي. ومساحة كبيرة قوي مفاش سكان. يبقى ايه العنصر هنا المؤثر بالنسبة لنا? اه طبعا. واحنا مغمضين عينينا سنة اولى يبقى هو عنصر او عامل المساحة. طيب. السؤال رقم ستة تحتل محافظة القاهرة ودي بتعتبر اكبر محافظة عندي في مصر يا العاصمة. من بين مناطق التركز السكاني في مصر المرتبة تحتل محافظة القاهرة من بين مناطق التركز السكاني في مصر المرتبة. هل الاولى? التانية? التالتة? الربعة? طبعا ده سؤال بسيط وسهل وعمل زي البمبناية. احنا اخدنا ترتيب المحافظات. وقلنا ان اولى المحافظات اللي بتتفع فيها الكسافة السكانية جدا محافظة واحدة بس وهي محافظة القاهرة باعتبارها العاصمة عندي في مصر. وبالتالي يبقى الاجابة الاولى تحتل محافظة القاهرة من بين مناطق التركز السكاني في مصر المرتبة الاولى. السؤال اللي بعديه. متفضل يا نسي. آآ السؤال اللي بعده من العوامل المرتبطة بسعيد مصر والتي جعلت منه منطقة طرد سكاني. من العوامل المرتبطة بسعيد مصر والتي جعلت منه منطقة طرد سكاني. يقصد ايه طبعا بطرد سكاني؟ يقصد انه تخرج منه طيارات هجرة داخلية. وطبعا احنا عارفين كويس جدا ان سعيد مصر هو المحافظات زي لقصر واسوان وصوهاج والمينيا واسيوت لها محافظات السعيد او محافظات الوجه القبلي او محافظات الوادي. فطبعا هو عايز يقول لي هو ليه في طيارات هجرة خارجة من سعيد مصر. طبعا احنا كنا شرحنا ده كويس جدا وقلنا يا هل يطرق ارتفاع نسبة تعليمي لاناس انخفاض معدلات البطالة وفرت فرص العمل بالدلتة ارتفاع معدلات البطالة. طبعا احنا قلنا من ضمن الاسباب يا ولاد طبعا كانت اسباب كثير. بس قلنا على الاقل يعني السبب الرئيسي انه انا عندي مفيش اه فرص عمل اه كثير. النشاط الرئيسي هناك زي ما احنا عارفين الزراع. وبالتالي ناس كتير مش بتشتغل. اي بقى ارتفاع معدلات. الايجابة هي ارتفاع معدلات البطالة. السؤال رقم تمانية يوجد الحديد المغناطيسي في مصر ضمن تكوينات الصخور. واحنا بناخد الحديد واخدنا واحنا بناخد المعادل. قلنا ان الحديد موجود في منطقتين في الوحاة وده بيستغل الوحاة البحرية وعن المغناطيسي. الحديد المغناطيسي ده من اجود انواع الحديد. ولكنه لا يستغل نتيجة لطبيعة وجوده لانه بيوجد فيه مناطق جبالية وعيرة متدرسة. متمثلة في جبال البحر الاحمر. وده سؤال مرتبط بالترم الاول يازم انا اقوله هو. عشان ما حدش يقول احنا خدنا الترم الاول ومعادش لنا دعوة. المنهج عندي بيتنامى وبيتقاصر بمرور الوقت عندي. اذا انا مطالبة باللي خدته الترم الاولاني لان احنا خدنا الجبال عبارة عن صخور ايه? جبال البحر الاحمر. صخور نارية متحولة زمن ارقي. صحيح كده الكلام? جبل البحر الاحمر المثلسي جبل الجنوب سيناء. آآ الجامدة اللي الاول دي كلها جبال آآ او مناطق جبالية تكونت في الزمن الارقي. صخورها صخور نارية متحولة صلبة. وبالتالي يوجد الحديد المغناطيسي في مصر ضمن تكوينات صخور. هو هنا عايز يشيل الحديد المغناطيسي ويقول لجبال البحر الاحمر ضمن تكوينات صخور ايه? الصخور طبعا? النارية. السؤال البعادية. تتفاوت الكسافة العامة والكسافة الحقيقية للسكان في مصر بسبب عنصر. هو هو نفس السؤال يا ولاد ما علش اللي كنا بنجومه من شوية. بس احيانا صيغة السؤال بتختلف. فمش هنكتهد بقى اولا هنقول في اي حاجة. طبعا احنا متفقين انه الفرق ما بين الاتنين على طول يبقى عامل او عنصر المساح. تخرج ترعة بحر يوسف لرأي اراضي الفيوم من? تخرج ترعة بحر يوسف لرأي اراضي الفيوم من نار النيل ولا ترعة الجوية ولا فتحة اللهون ولا ترعة اصفون. انا بصراحة الاجابة واضحة وصريحة طبعا ما هاجي التلم الاول كمان مش هاجي للتلم التاني هو هو اللي هاجي جنبه خالص. احنا اخدنا النبح منخفض الفيوم نشأ نتيجة لخروج فرع صغير فرع صغير من نهر النيل اخترق فتحة اللهون وقدر يدخل المنخفض ويوصله المية ويوصله التربعة. طبعا الفرع ده هو ايه? بحر يوسف. هو لا ترعة ولا بحر. ما اللي هو ايه? هو فرع صغير يخرج من نهر النيل. وبالتالت الاجابة اتقالت وسط اللي احنا بنقوله تخرج طرعة بحر يوسف لرأي اراضي الفيوم من نهر النيل مباشرة. وتختارك فتحة اللهون وتصل الى منخفض الفيوم. موصله ليه المية العزبة من نهر النير والتربة الخصبة. آآ يمكن مواجهة مشكلة الامية عن طريق. طبعا مشكلة الامية احد المشكلات اللي درسناها كنتائج اجتماعية مترتبة على المشكلة السكانية. طب احنا بنواجه مشكلة الامية ازاي? هل يطرى? بالرعاية الصحية? بالمشروعات الصغيرة? بالعمل التطوعي? بالوعي السياسي. طب احنا اخدنا آآ برضو كزا طريقة او كزا مقترح ليه مواجهة مشكلة الامية بناء المدارس آآ آآ وغيره. لكن قلنا انه فيه حتة كده مهمة. قلنا اللي هو انه تكليف الخريجين بالعمل التطوعي. اللي هو الخريج من دول في الجامعة. بقى يعني قبل ما ياخد شهادته يكون مسلا عامل محوة امية لخمسة او عشر اشخاص. حسب بقى ما الكلية بتاعته بتطلب منه. فعشان كده بنقول انه الاجابة هنا هي العمل التطوعي. آآ السؤال رقم اتناشر ترتب على الهجرة الخارجية في مصر. ترتب على الهجرة الخارجية. والمقصود بالهجرة الخارجية ايه? ايوة برفع عليكو يا شباب ان انا باخد البقجة بتاعتي واخرج خارج حدود مصر تماما. اروح بقى السعودية البحرين اي دولة خارج حدود مصر. ترتب عليها ارتفاع معدل النمو السكاني. ازاي ده انا بينقص مني ناس? ظهور مشكلة العشوائيات نزوح الكفاءات المدربة انتشار البطالة المقنعة. منطقيا كده. لما الهجرة الخارجية عندي بتحدث. بيخرج مني من مصر ايدي عاملة. بس اي 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 ايدي عاملة بتخرج اي حد كده بيخرج? لا. ده ما بيخرجش من عندي الا الكفاءات والناس المدربة والناس المحنكة وعندها خبرة وعندها كفاءة وتقدر تنتج وتقدر وت... ايوها برافو عليكم ممتازين يا شباب والله. نزوح الكفاءات المدربة دي من اهم النتائج المترتبة على الهجرة الخارجية في مصر. وبالتالي ده بيمنع او بيحرم مصر من ابنائها زوء الكفاءات والخبرات المدربة. سؤال رقم تلات طاقة. بيقول يرجع اختلاف توزيع السكان في الدلتة الى اختلاف الدروس. يرجع اختلاف توزيع السكان في الدلتة الى اختلاف الدروس. يا ترى السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا الجيمورفولوجية. طبعا احنا فاكرين كواس جدا انه لما خدنا اختلاف توزيع السكان كان بسبب عوامل طبيعية وعوامل بشرية. وفي العوامل الطبيعية كنا بنقول انه في عامل مهم جدا عندي اسمه التربة. التربة كل ما كانت جيدة كل ما كانت هيبقى توزيع السكان والكسافة اعلى. التربة لما تقل جودتها كسافة السكان هتقل. وحتى في الدلتة اللي المفروض ان تربطها خصبة قلنا انه في اختلاف مع بين شمال ووسط الدلتة ومبين جنوب الدلتة. يعني جودت التربة في الشمال وفي الوسط أو في شمال وفي اطراف شرقية وفي اطراف غربية اقل شوية من جودت التربة في الوسط وفي الجنوب. فاختلاف جودت التربة ده مين اللي بيدرسه لنا انهي عوامل او انهي ظروف اكيد طبعا علم دراسة تدريف سطح الارض اللي هي واسباب تكوينها واسباب ناشئتها اللي هو عوامل جيمورفولوجية اللي هو جيمورفولوجية يعني اللي الفرع اللي اخدناها دوت في الجغرافية الطبيعية في الترم الاول. فضالي بيزي. تنخفض الكسافة السكانية في محافظة الوادي الجديد بسبب. قبل ما اجاوب على السؤال ده يولاد لازم ااكد لكم ان زي ما المس لسه قللنا من دقتين ان السؤال ممكن يجي لي باكتر من صيغة. يعني ايه? يعني هو ممكن يلعب بالارفاظ. ممكن يغير المحور او الفكرة بتاعة السؤال ده هي السطر ده هو يغير لي تركيبه ويغير لي شكله ويغير اللفظ اللي بيتكلم عليه. لكن الاجابة بتبقى واحدة. انا عايز ااكد ان الكسافة ما هي الا سكان على مساحة. الكسافة ما هي الا ايه? سكان على مساحة. وهو سألني ايه اللي خلى الكسافة السكانية تبقى? فقلنا المساحة السؤال اللي فات. تمام. السؤال ده مختلف تماما واللي يشوف يقول ده مختلف تماما. لكن في الحقيقة في الحقيقة اللي مذاكر الجزئية دي يعرف يجاوب بسهولة وبساطة من غير ما يفكر. تنخفض الكسافة السكانية في محافظة الوادي الجديد. وممكن يشيل لي الوادي الجديد ويحط مكانها مطروح. او محافظة البحر الاحمر. او محافظة اه مطروح. اه البحر الاحمر. شمال او جنوب سيناء. الكسافة السكانية منخفضة ليه? لان عدد السكان على المساحة. المساحة بالنسبة للسكان كبيرة جدا. في تفاوض كبير ما بين عدد السكان وبين المساحة. المساحة كبيرة وبالتالي بيطلع الناتج قليل فالكسافة بتطلع منخفضة. هنا هو السؤال بيقول لي تنخفض الكسافة السكانية في محافظة الوادي الجديد بسبب. هل الموقع الجغرافي? ولا المساحة الكبيرة? ولا المناخذ الفحراوي? ولا التنوع التدريس? المفروض انا ما جاوبش بقى اقول انتو كلكم جاودتا. ايوة برافو عليكو هتبقى بسبب المساحة الكبيرة. بسبب المساحة الكبيرة. حتى لو حطي لي مطروح هيبقى نفس الاجابة. بسبب المساحة الكبيرة. اثر تفتيت الملكية الزراعية على سكان الدلتا من حيثه. اثر تفتيت او تفتت الملكية الزراعية على سكان الدلتا من حيثه. طبعا احنا فاكرين كواس جدا ان تفتت الملكية الزراعية ده كان احد المشكلات اللي بتواجه الزراعة او التنمية الزراعية في مصر. فلما تبقى الارض متفتتة ومتجزقة. سواء بقى في الدلتا او في الوادي. بس طبعا احنا هنا السؤال بيحدد لي الدلتا. ده معناه انه الناس مش مش هتلاقي آآ آآ ارض زراعات اشتغل فيها. وبالتالي هيحصل ايه? هليطار زيادة العمالة? ولا قلة البطالة? ولا زيادة الهجرة? ولا قلة الفقر? طبعا الواضح جدا من اللي انا قلته انه الاجابة هتبقى هي انه السكان بقى هيسيبوا المكان ما هو ما فيش بقى ارض يشتغلوا فيها. يبقى هيروحوا ايه دوروا على فرصة تعمل في حتة تانية. يبقى زيادة الهجرة. ايوة برافو عليكم زيادة الهجرة. يؤدي توظيف الكدرات العلمية الى? سؤال واضح وصريح هو ومباشر. اما توظفي الكدرات العلمية عندي في البلد. ده هيؤدي الى هجرة العقول? ولا القضاء على العشوائيات? ولا تحقيق تنمية اقتصادية? ولا ارتفاع معدل الاعالة? اما توظفي الناس زول كفاءة ولديهم كدرة علمية وخبرة? ده هيؤدي الى? هل العبور البشرية تهاجر? ولا القضاء على العشوائيات? ولا تحقيق تنمية اقتصادية? طفرة بقى وتقدم ونمو لان كل اللي بيشتغل وكل اللي مسك عجلة الامتاج زو كفاءات وقدرة علمية وخبرة فنية وكفاءة عالية? ولا يؤدي الى ارتفاع معدل الاعالة? ايوة بديه كده بالعقل هيبقى هيحقق ايه السؤال ده هوا? عايز بس مجرد تركيز. توظيف القدرات العلمية يؤدي الى ايه? هل الهجرة? ولا القضاء على العشوائيات? ولا تحقيق تنمية اقتصادية? ولا ارتفاع معدل الاعالة? ايوة برفع عليكم. يؤدي توظيف القدرات العلمية كلكم ممتازين يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية. يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية. السؤال رقم سبعة عشر. المناطق القريبة من مدار السرطان في مصر تلائم زراعة. سؤال حلو ومهم جدا. طبعا احنا عارفين كويس جدا مدار السرطان بيمر في جنوب مصر. يعني كان ممكن ببساطة يجيب لي المناطق القريبة من الاطراف الجنوبية او الاجزاء الجنوبية في مصر تلائم زراعة. كان ممكن يبقى السؤال كده. كان يبقى واضح ومباشر. لكن هو عايز يفهمني ويقول لي انه مدار السرطان ده المفوض ان انت واخده. معارف انه هو بيمر عند اصوان. يعني في المناطق الجنوبية. طب المناطق القريبة بقى من مدار السرطان دي. يا ترى بتلائم زراعة ايه? ايه المحصول اللي بيجود زراعته في هذه المناطق الجنوبية. آآ بمنخة بقى المقل للحرارة الجو المشمس. التربة الخزبة. الى اخيره. هل يا ترى بنجر السكر? ولا قصب السكر? ولا الشعير? ولا القر. طبعا احنا عارفين انه البنجر شتوي. قصب السكر صيفي. الشعير شتوي. القرز صيفي. بس المكان ده بالذات. محافظة اسوان ومحافظة الاسر. طبعا بيجود زراعة اصب السكر. اصب السكر. اكثر المحافظات انتاجا لمعدن الفوسفات محافظة. ايه السؤال ده جميل وحلو يا سنقوم. طبعا احنا خدنا ان الفوسفات من المعادل المهمة. مصر بتحتل مركز مرموك بين دول العالم انتاجا للفوسفات وامتلاكا للاحتياطي. اكبر منجم عندي للفوسفات في منطقة ابو طرطور بالسحراء الغربية. بس خلاص كده جودنا. اكبر منجم لانتاج الفوسفات واكبر احتياطي سبعمائة مليون طن موجود فيه واكبر المناجم واكثرها من ناحية الاحتياطي موجود فيه ابو طرطور. طب فين ابو طرطور? لو عرفت منطقة ابو طرطوري? انا عرفت المحافظة. منطقة ابو طرطور موجودة في اين? في الصحراء الغربية. في محافظة ايه? محافظة هم? الوادي الجديد. وبالتالي هتبقى الاجابة عندي اكثر المحافظات انتاجا لمعدن الفوسفات. محافظة الوادي الجديد. طب لو شكت الفوسفات وحطيت الحديد بالمناسبة. اكثر محافظات انتاجا لمعدن الحديد. تبقى محافظة ايه? الواحات موجود. الحديد موجود فين? في الواحات البحرية. طب الواحات البحرية طبعا محافظة ايه? الجيزة. يبقى بالتالي اكثر بمحافظات انتاجا لمعدن. الحديد محافظة الجيزة. يبقى الفوسفات. الواد الجديد. الحديد الجيزة. تمام كده يا شباب? السؤال اللي بعديه. الرقم ساعت وشر بيقول اكثر انواع وسائل النقل انتشارا في انحاء مصر. اكثر انواع وسائل النقل انتشارا في انحاء مصر. يعني هي موجودة في كل شبر وفي كل جزء من مصر. هل يا ترى هي الطرق البرية? ولا السكاك الحديدية? ولا النقل النهري? ولا النقل البحري? طبعا احنا درسنا كل دوت. وعارفين كويس جدا ان الطرق البرية هي اكثر انواع وسائل النقل انتشارا في مصر وهي احد فروع النقل البري. وكنا قلنا ان السيارات اكثر وسيلة او اهم وسيلة لنقل البضائع والركاب. يبقى الاجابة هنا عندي ايه يا ولاد? الطرق البرية. السؤال اللي بعد هي. يمكن دعم الاقتصاد المصري عن طريق. هل تشجيع السنوات الغذائية? توجيه الاستثمار نحو المشروعات المتنوعة? الاعتماد على الخبرات الاجنبية? التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي. السؤال ده يا شباب عايز ان انا اركز كده مع نفسي? واحل السؤال ولو حتى بالعقل كده بالمنطق. شغل شغل كده مخنا. حتى لو مانيش مذاكر حتى لو مانيش مذاكر. والجزئية دي انا مذاكرتها. الشغالي كده مخك معايا. يمكن دعم الاقتصاد المصري. المقصود بالاقتصاد ايه? زراعة وصناعة وتجارة والسياح. كل المجالات. مش مجال واحد. وبالتالي تشجيع الصناعات الغذائية انا مش باعتمد الاقتصادي مش قائم ان انا اوفر غزاء ليه. وخلاص تشجيع الصناعات الغذائية يعني المنتجات اللي بتتاكل بصنحها وباكلها هو ده اساس الاقتصاد المصري? لا طبعا. وبالتالي انا ما اقدرش اقولي ان انا شجع الصناعات الغذائية ده يدعم الاقتصاد المصري. يمكن دعم الاقتصاد المصري عن طريق تشغيل الصناعات الغذائية واحنا كلها همنا ان احنا نوفر غذائنا بس وانتج الغذاء بس. لا. يعني ليه اهتمامات تانية واقتصادي قائم على حاجات تانية اكبر من كده بكتير. ولا ان انا اوجه الاستثمار نحو المشروعات المتنوعة تفاهميه يعني ايه الاستثمار? يعني الناس اللي عندها اموال وتمتلك رؤوس اموال سواء بقى اموال قومية مصري او عربية او استثمار محلي ناس مصريين معهم اموال او ناس عرب او اجانب ان انا اشجعهم ان هما يجوا يستثمروا اموالهم عندي هنا في مصر في مشروعات بقى متنوعة ما بين زراعة وصناعة وتجارة وسياحة عشان اعمل نهضة وانتعاشا للاقتصاد المصري. ولا ان انا اعتمد على الخبرات الاجنبية وراح اخبط بقى على كل الدول المتقدمة الاجنبية وقول لها معلش يتعالي ساعديني وهاتيلي خبراتك وهاتيلي ولا التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي. يبقى انا كده اقتصارت الاقتصاد بتاعي وافتزلته في الزراعة بس. ايوة برافو عليكو هيبقى عن طريق توجيه الاستصمار نحو المشروعات المتنوعة في كافة المجالات. مجال زراعة مجال صناعة مجال تعدين مجال سياحة مجال التقدم والتكنولوجيا والخبرات العلمية والكفاءات. كل ده هشغل الاستصمار في كافة المجالات عشان يعود باستماره على الاقتصاد المصري لان الاقتصاد المصري ماش اقتصاد زراعي فقط يا زراو. احنا كنا البداية خالص بداية الاقتصاد بتاعي زراعي. وبعد كده بدأنا نتطور وتحدث طفرة علمية كبيرة قد لان الاقتصاد اصبح عندي متنوع عندي زراعي وصناعي موازن بعض. عندي سياحي عندي تعديني عندي بصدر طاقة. عندي كافة المجالات الاقتصادية عندي متنوعة في مصر. لا تختزل في زراعة فقط صناعة فقط لا لا الكلام ده كله لا خلاص احنا بقينا دولة تعد من مصاف او من الدول المتقدمة احنا بنحتل المركز التاني في الصناعة في دول كارت افريقيا. واصبح لنا باع في مجال الصناعة وكافة المجالات الاخرى. تمام? وبالتالي يمكن دعم الاقتصاد المصري عن طريق توجيه الاستصمارات نحو المشروعات المتنوعة. السؤال العاصمة ومدن القناة. تم مد خط سكك حديد للربط بين العاصمة ومدن القناة عن طريق مديد. طبعا احنا لما اخدنا السكك الحديدية اللي هي من النقل البري عرفنا انه تم مد يعني اول خط سكة حديد في مصر كان بين القاهرة. طبعا احنا نتكلم على العاصمة هو. القاهرة والاسكندرية. وبعدها في شوية اتعمل خط سكة حديد تاني من القاهرة الى آآ يطر الغردقة ولا سفاجة ولا السويس ولا مرسى علم. طبعا احنا عارفين كل المدن دي اصلا تنتمي للبحر الاحمر. لكن خط السكة الحديد اللي تم مده الى آآ آآ مدن القناة طبعا كان عن طريق مدينة السويس. وبالتالي الاجابة عندي هنا تبقى مدينة السويس. وده كان خط مهم جدا وتعامل طبعا تاريخيا كلنا عارفين علشان كان آآ فترة بداية حفر آآ قناة السويس بقى ونقل العمال وكده. السؤال رقم اتنين وعشرين اكثر الانشاطة الاقتصادية في مدينتين العريش وشرم الشيف هو الزراعة الصناعة التعديل السياح. بما ان هو ربط لي بين مدنتين يبقى انا لازم اشوف ايه اللي موجود هنا وموجود هنا. قد يكون في العريش نشاط اقتصادي لامع وظاهر وهو يحتل نمبر وان لكن ما هوش موجود في شرم الشيخ وبالتالي انا مقدرش اختاره. لازم يكون النشاط اللي موجود في العريش هو نفس النشاط اللي موجود في شرم الشيخ ويحتل مركز مرموع. هل الزراعة الصناعة التعديل السياحة? طبعا كلنا عارفين ان مدينة شرم الشيخ مدينة سياحية من الطراز الاول. وبرضو العريش فيها مناطق سياحية. بس انها تقع فيه استاحل الشمالي لشمال سينات. وبالتالي هي مكان اهم جدا لجذب السياحة. وبالتالي تبقى الاجابة اكثر الانشاطة الصديقة في مدينتي العريش وشرب الشيخ هو السياحة. بيقول اكثر العوامل المؤثرة على الجذب السياحي لمنطقة الساحل الشمالي لمصر. اكثر العوامل المؤثرة على الجذب السياحي لمنطقة الساحل الشمالي. طبعا منطقة الساحل الشمالي احد المناطق السياحية المهمة في مصر زي ما اخدنا السحل الشمالي والسينة والكايرة الكبرى ومنطقة البحر الاحمر ومنطقة الوحاة ومنطقة الوجه الابلي فكل دي كانت مناطق سياحية. هو بيسألني بقى تحديدا ما حدد للسحل الشمالي. ايه اكتر عامل بيخلي فيه جذب سياحي لهذه المنطقة? طبعا السحل الشمالي اللي من اسكندرية او من غرب اسكندرية لحد السلوم. طبعا كلنا عارفين كيس جدا انه هو عامل ها يا ترى النقل ولا المناخ ولا التنوع الاجتماعي ولا الموقع الجغرافي. طبعا اكيد يعني واحنا مغمضين عينينا تبقى هو المناخ. وبكده يا شباب يبقى اخدنا واجمة داسمة جدا للجزء الاختياري. شمل المنهج كله. ان شاء الله يبقى اي سؤال اختياري بعد كده يبقى سهل في ادنا ونعرف نتجاوب معه ونحله. ناخد مع بعض بقى لان الامتحان هيبقى شقين. شق اختياري وشق مقالي. ناخد مع بعض بقى الاسئلة او نبزة من الاسئلة او النمازج من الاسئلة الاختيارية سواء جات في موقع الوزارة او ايه اسئلة مهمة. ايه ونشوف مع بعض بينجاوب ازاي السؤال. حدد او السؤال عندي بيقول لي حدد الاسر السلبي الناتج عن الزيادة الطبيعية في المسك بالنسبة لخطة التنمان. طب وهنا السؤال عايز ايه? قبل ما يجاوب لا استنى واستني اوه هحد فيك ويمسك القلم او يضنطق ويجاوب بسرعة كده ويندفع. ان لما اشوف اساسا لازم افصص السؤال زي ما المسك معلمانا. افصص السؤال واشوفه هو عايز مني ايه? وبالتالي اجاوب وتبقى الاجابة ان شاء الله صحيح. هو هنا عايز ازاي حدد دي الاسر السلبي ولا الايجابي? كل شيء. ليه ايجابيات وسلبيات? وهو هنا عايز الجزء السلبي. الناتج عن ايه? عن الزيادة الطبيعية. في كل المجالات? لا. هو خصص خاري بس لخطط التنمان. هنا عايز ايه? الاسر السلبي. الناتج عن الزيادة الطبيعية في مصر بالنسبة لخطط التنمية. وبناء عليه اقول اللي هي زيادة الموليد يعني يا مصر وقلة الوافيات. اه. ان عدد السكان بايه الناتج عن الزيادة الطبيعية دي? ان معدل النمو السكان يزيد. اه. عايز بقى الاسر السلبي لزيادة معدل النمو السكان. السكان عملين يزيدو كتير 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 جدا. اسر السلبي بقى ايه? على خطط التنمية. ده بيعوق خطط التنمية ايوة طبعا يعوق خطط التنمية سواء خطط خمسية للمدة خمس سنوات او خطط سنوات مستقبلية لخمسين سنة قدام لان الدولة ما يكون عدد السكان عندي كبير وبينمو او بيطفو ويزيد زيادة متولية هندسية اتنين اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين السكان بيزيدوا زيادة كبيرة جدا متفرة كبيرة جدا هقدر بقى الدولة تبني وتعمل مصانع وتمشي مدارس ومستشفيات كل ما تزود كل ما تلاقي العدد ازيد يعني عندي شباب عايزين يعملوا ابص الاقي مسلا عدد الشباب الشباب عشرين اه الف شاب عايزين يشتغلوا طب انا هابني مصانع للعشرين الف دولي وديهم ظهري واجبني ابص الاقي العشرين دولي بقوا ميت الف لا انا مش قادرة بننمو اه بننمو بنحط خطط بنحط خطط بس الخطط دي مش قادرة تواجه النمو السكان الرهيب وبالتالي بتعوق خطط التنمية ده غير ان بيبقى شغلة ده الدولة الشاغل الاساسي هو توفير الغذاء للكم الهائل وللزيادة الرهيبة دي هوفر سكان هوفر غذاء بقى ووفر غذاء والصناعات غذائية ومنتجات غذائية واجلب موارد غذائية من الخارج ولبني بقى وعمر وعمل مصانع ومدارس ومستشفيات وبنية تحتية لازم اوفر الغذاء الاول وبالتالي تعوق الزيادة الطبيعية خطط التنمية تعوق الزيادة الطبيعية خطط التنمية ده بالعكس الزيادة الطبيعية تقف حائل امام تحقيق خطط التنمية للدولة في كافة المجالات. انا اعد مسلا وعمل تعداد وحصر السكان اقول لك خلال خمس سنوات هيبقى عندي كم الف من الاطفال محتاجين يخشوا كيجي او يخشوا حضنة. واقول مسلا محتاجين اه خمس تلاف حضنة على مستوى المحافظة او على مستوى انا بديكي بس محتاجة خمس تلاف حضنة. وادن الخمس تلاف حضنة على اساس يقدروا يوفوا الغرض. ابو السلاقي لا الخمس تلاف دولي نقطة في بحر. نتيجة للزيادة السكانية الرغيبة العدد اللي انت بتقول لي عليه اللي عايزين يدخلوا حضرات او يعايزين يدخلوا ابتدائي بالمثل السنوي بالمثل الكليات. لأ الموضوع فوق الوصف نفس الكلام بالنسبة للشباب والايد العامل. عشان كده نسبة البطالة عندي عالية جدا والبطالة المكننة عالية. فاهمين يا سنة اولى? وبالتالي الاصر السلبي للزيادة الطبيعية هي تعوق خطط التنمية. الزيادة الطبيعية والنمو السكاني الرغيب يؤدي الى اعاقة خطط التنمية للدولة. سواء خطط خمسية او خطط خمسينية. اللي بعده بيقول ما مقترحاتك لمواجهة مشكلة الهجرة من الريف الى المدن. اللي هي يعني بتكلم يعني كأنه يقصد الهجرة الداخلية. طبعا احنا عارفين كويس جدا انه احنا عندنا الهجرة الداخلية دي اه او عامل الزيادة غير الطبيعية سواء الهجرة الداخلية بقى او الهجرة الخارجية ده كان احد عوامل زيادة السكان في مصر او النمو السكاني في مصر. طيب لما احنا بقى نتكلم عن الهجرة الداخلية عايزين نواجهها. طب احنا عشان نواجهها لازم اصلا نعرف ايه هي اسبابها. يعني ايه اللي بيخلي السكان تهاجر وبنان عليه نحط بقى مقترحات. فاحنا طبعا عارفين ان السكان بيهاجروا من محافظة لمحافظة زي ما درسنا وزي ما اخدنا. ممكن يكون بسبب ان مفيش فرص عمل. ممكن يكون بسبب آآ انخفاض الاجور. ممكن يكون بسبب آآ تدني آآ مستوى الخدمات الصحية. مفيش مدارس. آآ مفيش مستشفيات. مفيش نوادي. مفيش مؤسسات اجتماعية. آآ قلة الوحدات السكانية لانه معظم الفلاحين هناك بيبنوا حتة كده من الارض وبيسكنوا فيها فمفيش بيوت. مفيش عمرات كتير. آآ وصغر مساحة الملكيات اصدراعية زي ما احنا لست جايبينها في سؤال اختر من شوية وبالتالي ده بيزود الهجرة الداخلية. طيب. فاحنا عشان نعالج ده. يعني الكل الكل العوامل دي بتؤدي ان انا كمواطن عايش في آآ مثلا آآ آآ المينيا او في سواج. فانا هسيب بالمينيا او سواج وهروح آآ وهروح لي آآ محافظة ثانية. طيب. مفروض بقى الدولة تعمل ايه? آآ حلو جدا. احنا بنقول ان انا عندي كلة فرص عمل. يبقى انا اوفر فرص العمل. طيب. ايه كمان آآ آآ وفرص العمل اللي المقصود توفيري هنا مش بس الزراعة. لان الزراعة خلاص احنا متفقين دي نشاط رئيسي في الريف. فلازم يدعمل مشروعات مثلا تانية للتنمية آآ مرتبطة بالزراعة. وليكن مشروعات مصانع اغزية آآ آآ تسمين عجول. يعني حاجات من النوعيات دي. طيب. آآ آآ لما هنعمل مشروعات يبقى ده اكيد هي يجذب في انه يبقى في آآ ارتفاع في مستوى الاجور. طيب. ابدأ اعمل ايه كمان عشان آآ آآ اواجه المشكلة. ممكن كمان آآ آآ انا بقول تدهور مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. يبقى الدولة. الدولة تتوسع في انه يبقى فيه مثلا آآ آآ عدد من المدارس كتير. يبقى فيه جامعات. يبقى فيه مستشفيات. يبقى فيه وحدات صحية. آآ يبقى فيه مؤسسات اجتماعية زي مراكز الشباب وزي النوادي. آآ بتبدأ الدولة تعمل تخطيط للمجتمعات العمرانية الجديدة حوالين. مثلا زي ما اقول ايه انا عندي محافظة المينيا. بقى فيه دلوقتي المينيا الجديدة. آآ مثلا آآ 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 بقى فيه آآ آآ دميات. بقى فيه دميات الجديدة. ليه? لانه التعدادات السكانية والبيانات السكانية للدولة زي ما كلنا بنقول. انها بتحقق للمخططين. انهم ازاي يقدروا يحطوا خطط مستقبلية. وبالتالي كل دي مقترحات انا خدتها منين. آآ انا قلتها من عندي. بس انا قلتها بناء على اياس انا اولى. قلتها بناء على العوامل اللي موجودة عندي لمشكلة الهجرة الداخلية. يبقى ده كده اجابة السؤال. احنا هنا في ما مقترحاتك بنركز على حاجة مهمة جدا. ان احنا بنتعامل مع عقلية الطالب واستنتاجه للامور. مش بنتعامل مع آآ آآ يعني عناصر مكتوبة في قلب الكتاب. عشان بس نبقى فاهمين الفاهمين. في مقترحات طبعا بتبقى موجودة. لكن زي مقترحات المشكلة السكانية. احنا ممكن نزود عليها. فكل ما هو منطقي يصلح ايجاد. السؤال اللي بعده? طيب. السؤال اللي بعديه زي ما ميس مارسا لسا قيلة اهو. في اسئلة من المفضلية ان انا ارجع للكتاب واشوفي الاجابات اللي موجودة فيه وهي تتبقى اجابتي. يعني مسلا سؤال زي ده. يعني هي بتقول بتقول لنا وبتدينا مثال او السؤال اللي بعده بيدي مثال على المسل لسا ايضا. السؤال بيقول اهو من وجهة نصر. ما الاسباب التي جعلت من منطقة الواحات بالسحراء الغربية منطقة جزب سياحي. طبعا مقصود هنا بالواحات الدخلة والخارجة والفرافرة. الواحات اللي احنا خدناها دي. اللي موجودة بالسحراء الغربية. ايه اللي يجعلها منطقة جزب سياحي? السؤال ده موجود بالنص في كتاب المدرسة. الجزء بتاع السياحة واهم المناطق السياحية. طبعا منطقة الواحات بالسحراء الغربية دي بتعدم من اهم المناطق السياحية على الخريطة السياحية لمصر. ليه? عشان اولا منطقة الواحات فيها مياه وعيون مائية وكبريتية ومعدنية دي بتستخدم ايه في عملية بقى الامراض الناس اللي بيعانوا من بعض الامراض الجلدية وغيرها. ايه اقول لك عليها سياحة اعلاجية. دي متوفرة في الواحات. وبيقصدها سياح من كل انحاء العالم. سواء سياح حرب او سياح اجانب. عشان السياحة العلاجية. كمان عندي سياحة السفاري في منطقة الواحات بتبقى الدولة مغفرة بقى مخيمات ايه مغفرة وسائل طرفية للسياحة او لجذب السياحة نوع من السياحة يطلق عليها سياحة السفاري في الصحاري. خلاص? ايه عشان فيها كسبان رملية. ايه في اشكال تدريسية متميزة فيها على محمية الصحراء البيضاء وغيرها. ايه كمان عندي فيه اثار موجودة بالواحات. زي الخارجة فيها معبد ايه بالخارجة ايه ومقابر المزوقة او مقبرة دي دي موجودة بالدخلة. اذا منطقة ايه الواحات بالصحراء الغربية مدعمة ومطعمة بالعديد من الاسبات اللي جعلتها مصدر للسياحة او منطقة للجذب السياحي موجودة على ربعت ورسمت نفسها كده على الخريطة السياحية المصرية. نتيجة لوجود عدة عوامل. فيها كسبان رملية واشكال تدريسية وفيها محمية الصحراء البيضاء. دي اول سبب. فيها مناطق جذب ايه لسياحة السفاري. عشان بيبقى فيها مخيمات ايه سفاري. وصهرات بقى السمر وغيره. للبدو. كمان فيها اثار زي معبد بالخارجة ومقابر المزوقة ومقبرة دي بالدخلة. ده بالاضافة لوجود السياحة العلاجية متمثلة في العيون المائية الكبرتية والمعدنية الحرة. ودي بتجذب السياح من جميع انحاء العالم للسياحة العلاجية. تمام كده يا شباب? آآ السؤال اللي بعدين. آآ السؤال اللي بيقول آآ سؤال رقم سبعة وعشرين. حدد مصداقية العبارة الاتية. تتأثر عملية التعدين بمظاهر السطح. تتأثر عملية التعدين بمظاهر السطح. مظاهر السطح يعني يا ولاد المقصود بها تسويها كلمة التدريس. فاحنا طبعا عارفين كويس جدا انه التعدين واستخراج المعادل من بطن الارض. وحسب التعريف اخدنا فيه تعدين سطحي وتعدين بطني. التعدين السطحي في الطبقات القريبة من سطح الارض والتعدين البطني اللي بيبقى على مسافات بعيدة. ولازم نحفر علشان آآ يعني آآ نقدر نوصل لي آآ الخام بتاع المعدن. طيب هو يقول لي. هل يا ترى العبارة دي صادقة ولا غير صادقة? انه عملية التعدين بتتأثر بمظاهر السطح. طبعا العبارة دي صادقة. وهو مديني بقى مسال واضح هو ده اللي عايز نحطه في الاجابة. هو مديني مسال واضح في الكتاب المدرسي تحديدا لما اتكلمنا عن معدن مهم جدا ومعدن آآ آآ الصناعة بالدرجة الاولى اللي هو معدن الحديد. آآ قال لي ان الحديد ده موجود في وكذا ما كان. بس المثال اللي حددهولي وربطه في مظاهر السطح هو كان مكان او مناجم جبال البحر الاحمر. آآ قالنا ان مصر عندها حديد في منطقة جبال البحر الاحمر. وكمان نوع جيد جدا من النوع المغناطيسي عالي الداودة. آآ قال لي الا انها لن تستغل حتى الان بسبب بعد المناجم. يعني المناجم متبعدة عن بعضيها. بسبب وعورة التدريس. بسبب زي ما قلنا انها يعني آآ بعيدة شوية اللي هي المنطقة اللي هي عند محافظة البحر الاحمر. يبقى بسبب بعدها ووعورة التدريس وتباعد المناجم. يبقى هنا عملية التعدين اتأثرت بما ظاهر السطح ولا لأ? او طبعا يمس اتأثرت. يبقى العبارة هنا صادقة ولا مش صادقة? انا لما جاوب السؤال ما ينفعش اقول لي عبارة صادقة واسكت. صادقة يبقى صادقة ليه? غير صادقة يبقى غير صادقة ليه? فاحنا هنا ادينا الصدق بتاع العبارة من خلال معدن الحديد وده المثال اللي هو اللي جاي لنا في شرح الكتاب المدرسي. السؤال اللي بعده? السؤال بيقول ايه ما مقترحاته? لعلاج مشكلة الهجرة غير الشرعية الى دول اوروبا. يبقى هنا عايز اقتراح سيادتك او سيادتك اللي يمنع ويعالج مشكلة انا عندي مشكلة? فعلا انا عندي مشكلة. متمثلة في ايه? في الهجرة غير شرعية. طب وات زي من اجقوا في اجراء غير شرعية? يعني ايه اجراء غير شرعية? يعني ان انا بهاجر بطرق غير رسمية. وبدخل للدول الاوروبية بطريقة الدولة مش موافقة عليها او ما بتسمح ليش لها بالدخول. يعني عارفة ان انا اعمل ايه? ان انا زي ايه? بهرب نفسي وبدخل بطرق غير مسموح بيها. طرق غير رسمية. طرق الرسمية ان انا بعمل تصفور وباخد تأشير الدخول دي الطريق الشرعية. طب الطريق الغير شرعية ان انا بتهرب كده وادخل للبلد من غير ما يكون معايا اي اثبات ان الدولة موافقة انها ندخل او معايا اثبات شخصية انها ندخل الدولة دي. خلاص? دي المشكلة. منتشر عندي في مصر? حقيقي منتشر عندي في مصر. وبنعاني منها? اه بنعاني منها. طب حلها ايه? اولا توعية الشباب بخطورة المشكلة. عارفين بقى طريقة حل المشكلات. طرق العلمية حل المشكلات ان انا اجيب المشكلة. ادرس اسبابها. معنى المشكلة ايه? ادرس اسبابها العوامل اللي قدت لها النتائج المترتبة عليها واضح حلول مقترحة اهو ده المفروض. احنا درسنا المشكلة وعرفنا اسبابها وبالتالي اقوى النتائج المترتبة عليها وبالتالي اقدر اضح حلول مقترحة للمشكلة اللي هي مشكلة ايه? الهجرة الغير شرعية. اولا توعيد الشباب بخطورة الهجرة الغير شرعية. لان احنا هنقول لو بيهاجر مية خرج من عندي مية ما بيوصلوش خمسة لدول الاوروبا. لان بيهاجروا بطرق غير مأمونة غير امنة. عن طريق بقى اه مراكب او زوارق صغيرة فده بتؤدي الى غرقهم. خاصة ان الزوارق دي او المراكب الصغيرة دي ما بتوصلهمش لمكان امن او لبر الامان. ده في مص المية او قرب شواطئ اه اوروبا او قرب شواطئ ايطاليا او غيره او او ابرس او بترميهم في قلب المية. والجدعى بقى اللي يوصل. ده اول اه هيا يبقى اول اه مقترح ان انا اواعي الشباب بخطورة المشكلة وخطر اه الهجرة الغير شرعية. عن طريق بقى عمل ندوات ومحاضرات للمجتمع. ووعي الشباب خاصة الفئة هركز على الفئة اللي بتهاجر. مش هجيب بقى كل الشباب اطفال وشيوط ورجال ونساء واطفال. لا مين يبهاجر يا جماعة? الشباب. من سن كزا لسن كزا من سن خمسطاشر لسن باربعين بيبدأوا يهاجر. تمام هات سن الشباب. الزكور ولا الاناس? الزكور. يبقى ركز عليهم وديهم جرعة مكسفة لتوعيتهم بالخطورة دي. ومش هما بس لأ ابقهم او اهليهم او الناس المسؤولة عنهم لازم كمان نوعيهم بخطورة المشكلة دي. بس اوعيهم وخطت ايدي على خد دي? لأ. ابدأ اوفر لهم فرص شباب. ما هو يعني نقولها صراحة كده. هو الشاب بيهاجر ليه? عشان مفيش فرص عمل. اول مشكلة بتواجهني مفيش فرص عمل. يبقى انا محاولة توفير فرص عمل للشباب. ودعمهم. ايه كمان? غير ان انا اوفر لهم فرص عمل? احاول ارفع من مستوى المعيشة. ومستوى الدخل. يعني ووعي الشباب ان الوظيفة الحكومي مش هي الاساسي. لا انا ممكن ادعمهم وديهم كروض بعارفين بقى اللي هي الكروض اللي يقولوا عليها الكروض المريحة او اللي هي استمحة ان انا ادي لك كشاب عشرين او خمستاشر الف او تلاتين الف. اديك اديك كفاءات والناس عندها خبرة وكفاءة يعودوا معاكم ويشرحوا لكم كدراس الجدوى كده لمشاريع. اه تجذب ايدي عاملة. تحتاج ايدي عاملة. وديهم اتنعم المادي. ووفر لهم المكان بدون اي فوايد على الكروض دي. لحد ما المشروع يقدر يثبت نفسه ويقدر يقف على رجليه ويبدأ يبقى فيه ارباح ويسدده الكروض دي. كمان ان انا اوظف القدرات العالمية والكفاءات. يعني في مراحل بقى التعليم الناس اللي بتبقى النبغة دي واللي بتبقى عندها قدرة اه انها تظهر. اخد الكفاءات دي والنبغات دي وحاول اوظفها. كل ده اجذب الاستثمارات اه مش في اي مجال بقى لا جذب الاستثمار في المجالات اللي بتوفر فرص عمل للشباب. اواعي الشباب باهمية الهجرة الشرعية. انا ما بمنعش الهجرة او بنقف ضد الهجرة تماما. لا. احنا بنقص ضد الهجرة الغير شرعية. الغير او انا والله ما بسمها هجرة غير شرعية. انا بسمها هجرة غير ادمية. لا تتناسب مع الشاب كمناء ادم او كانسان. المفروض انا حتى لو هاجل هاجل بكامل انسانيتي. معايا معايا بصبوري. معايا ما يثبت شخصيتي. ما يثبت هويتي. ما جنسيتي. معايا انا دخل بكرمتي. احنا هنقولها كده. انا دخل البلد اشتغل بكرمتي. انا دخل اشتغل مش دخل اشهد. انا هشتغل ودني وعمر عندك. واخد حق اللي انا هشتغل بيه ده. فانا ابسط حقوقي ان انا ادخل بطريقة شرعية. يبقى توعية الشباب توفير فرص عمل. آآ عمل ندوات سواء للشباب او للاباء والامهات المسؤولين عنهم. كمان ادرس ايه هي اهم المشروعات اللي بتوفر فرص عمل للشباب. توفير قروض لعمل مشروعات صغيرة. والترويج لها. جذب الاستثمار سواء محلي او استثمار عربي او استثمار اجنبي. وتوظيفه وتوجيه للمشروعات اللي بتوفر فرص عمل كتيرة للشباب. رفع مستوى المعيشة. رفع الدخل. كل دي من العوامل اللي تؤدي الى علاج مشكلة الهجرة الغير شرعية. وبنأكد ان احنا مش ضد الهجرة تماما ولكن ضد الهجرة الغير امنة او الغير ادمية او الهجرة الغير شرعية. سواء لدول اوروبا او لاي دولة اخرى. انا كمصري ليا بالذات كمصري. يعني يعني المصري دا ليا سنقولها عزة نفسه وكرامة. مختلف عن باقي الدول. احنا لينا كرامة كده وشموخ. والمصري دا تعرفه من مجرد ما تبص في وشه. لينا كده عزة نفسه وشموخ وكرامة. مش معقول انا انتهن كرامتي وانتهن ادميتي. عشان ادخل دولة واعمل بها بطريقة غير شرعية. وافضل بقى متراكب. حتى لو وصلت بالسلامة. افضل متراكب. لو الشرطة القتل قبض عليها. هترحلي فورا لبلدي. بطريقة مهينة جدا. تب وليه ما ندخل للبلد دي بطريقة شرعية. تمام كده يا شباب? ده بالنسبة للسؤال اللي بعدين. السؤال اللي بعده بيقول وضح جهود الدولة للتغلب على مشكلة نقص انتاج القمح. طبعا احنا عارفين كويس جدا محصول القمح. هو محصول الغذاء الرئيسي. لكن للأسف نظرا للزيادة السكانية والنموه السكاني. الانتاج لا يكفي الا نصف حاجة السكان بالرغم من ان احنا اكبر دولة في الوطن العربي منتجة للأمح. ايه بقى للدولة? ممكن السؤال يجينا زي ما هو جاي كده. وممكن يقول لنا ما مقترحاتك ليه التغلب على مشكلة نقص انتاج القمح. فبرضو هناخد اه هي الاجابة الى حد ما واضحة في الكتاب يعني ما فيهاش مشكلة في الشرح. اه اولا اه زيادة رقعة المساحة المزروعة امح نعايزين بقى نزود لشان هو ده المحصول الرئيسي. نستخدم اصناف جديدة من الامح اللي بتدي انتاج كبير وفي نفس وقت وقاو مليئ الامراض النباتية. كمان نستصلح اراضي جديدة سواء على اطراف وهوامش الدلتة او في مناطق استحاري زي مشروع المليون ونصف الدان اه او زي اه كل المشاريع بتعمل مثلا في العوينات وغيره. ليه كل دوت? علشان نقدر ان احنا نوفي احتاجات السكان ونحاول ان احنا نقلل من الاستيراض. السؤال البعضه? طيب السؤال البعدي ويعتبر ده اخر سؤال معنا. للسياسات الحكومية اثر كبير على النشاط الزراعي في مصر. طبعا ما ممكن يجي ليه فصل العبارة او يجي يقول لي ما مصداقية العبارة زي ما مصداقية العبارة زي ما مصداقية العبارة تؤيد ولا لا تؤيد للسياسة الحكومية اثر كبير على نشاط الزراعي في مصر. وده سؤال مباشر موجود في كتاب صريح في كتاب الوزارة بيقول لي ان السياسات الحكومية لها تأثير كبير على النشاط الزراعي او لها دور كبير جدا في مجال الزراعة في مصر. ليه? المتحدد في عدة نطاب. الجزء الاولاني هي الحكومة هي اللي بتتابع مشروعات الرأي والصرف في كل. يعني الطرع آآ القناطر السدود. من اللي بيكون بها? هل الفلاح? اخوانا الفلاحين? لأ المزارعين? لأ. وما المين? الحكومة هي المسؤولة عنده وهي اللي بتطهر الطرع وهي اللي بتعمل بتحفر الطرع على ورقاءة المنطقة محتاجة لطرع عشان تروي اراضي بعيدة عن نهر النيل. من اللي بيشق الطرع وبيكلف او بيتحمل النفقات الباهزة لحفر الطرع? الحكومة. من اللي بيتحمل نفقات حفر الصرف? المصارف عشان اصرف المئة الزائدة عن حاجة الارض الزراعية حقيقي الحكومة. وبالتالي لها دور كبيرة هوا في مجال الزراعة. ده غير هي اللي بتنظم الضرائب. بتدعم المزارعين من خلال الجامعيات الزراعية. بتنشأ جامعيات الزراعية في كل قرية او في كل منطقة زراعية. الدولة بتقوم بانشاء جامعية زراعية عشان تمد الفلاح بالبزور آآ الاسمدة. آآ المواد الكيموية اللي الارض محتاجاها. آآ المبيدات. كل احتياج المزارع او اخوانا المزارعين. مين اللي بتمد بيه? من اللي بتمدنا بيه او بتمدهم بيه? الحكومة. ده بالاضافة الى انها بتحدد المساحة المطلوب زراعتها بالمحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية. يعني جات في فترة الدولة حددت ست محافظات لزراعة القرص. آآ الدولة حددت زراعة مناطق معينة لزراعة القطن. مع مناطق معينة لزراعة القمح. من اللي يقول ان الارض دي تتزرع قمح لكن الارض دي تتزرع ارز لان انتاجها في القرص اعلى. دي انتاجها في القمح اعلى. دي هتزرع آآ البزور آآ نوعها كزا في الارض كزا. لان الارض بيدي جود زراعتها وبيانتاجها بيبقى كبير الحكومة. لذلك للسياسات الحكومية دور مهم جدا في مجال الزراعي في مصر. دور اساسي وليس مهمش. وليس في بعض الدول. السياسات الحكومية دورها اهمشي وما لش تأسير. لكن انا عندي هنا في السياسات الحكومية في مصر لها دور كبير جدا في مجال الزراعة. هي اللي بتحدد المساحة اللي بتتزرع بالمحاصيل. خاصة المحاصيل الاستراتيجية يعني محاصيل الاستراتيجية يعني محاصيل آآ زاد وضع استراتيجي هام محاصيل غزايا الامح لانه المحصول غزايا الرئيسي في مصر وانتاجه لا يكفي وبنتطر ان احنا نستورد فالدولة هي اللي بيتحدد لي مناطق زرقة الامح. محاصول زي القطن محصول الاستراتيجي لانه بيصم في التجارة الخارجية من اللي يحدد لي اماكن القطن الدولة. لانه من المحاصيل اللي بيستهلك كمية كبيرة من المية. وبالاضافة لانه بيحقق توازن في الميزان التجاري. مين اللي يحدد مناطق زراعة القرز? الدور. تمام كده يا شباب? ده غير انها بتنظم للضرائب. بتدعم الفلاح. بالمرشدين الزراعيين. بالبزور. بالاسمدة. بالمبيدات الحشرية. بكل احتياجاته. ده غير انها بتتابع وبتقوم بانشاء مشروعات الراي والصرف الكبرى. وبالتالي للسياسات الحقومية دور مهم جدا في المجال الزراعي بمصر. وبكده يبقى خلصنا معاكم الامتحان يا شباب. خلصنا معاكم امتحان كان عبارة عن شقين. الشق الاول عبارة عن اسئلة اختياري. الشق التاني كان عبارة عن اسئلة مقال. اه ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. اه وشكرا للاستاذة مرسى. اه شكرا لكم يا شباب ونشوفكم على خير ان شاء الله.